اشتركوا في القناة ان هناك احداثا ومواقفا وقعت في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاصل ان لا نمر مجرد مرور على هذه الاحداث او هذه المواقف فنحن في عالمنا نتعرض للكثير من الاحداث والمواقف هذه الاحداث ربما نجلس حتى نسمع روايتها من الاخرين ومنها ما يفرح ومنها ما يحزن هذه اخبار مجرد اخبار لكن اذا كان الكلام يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمواقف او احداث وقعت في حياة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم او تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل هنا ان ننتبه ان هذه الامور ليست مجرد اخبار بل فيها العظة وفيها العبرة ومن هنا كان المنهج الذي اردنا ان نتناوله مما يتعلق بسيرة النبي وهو فقه السيرة النبوية المشرفة في اللقاءات السابقة كنا نتناول الهجرة الى المدينة المنورة وباجاز شديد نحن قد فرقنا بين كلمة هاجر وكلمة هاجر وبينا ان هاجر تقتضي التفاعل اي ان هناك طرفين وان هاجر معناها ان هناك طرفا اضطر الطرف الاخر الى ان يهاجر من هذا المكان او ان يترك هذا المكان فلم يتركه اختيارا بل اضطر الى ذلك اما كلمة هاجر فمعناها ان انسانا ترك مكانا وانتقل الى مكان اخر مختارا غير مكره يبقى الفرق بين هاجر وهاجر هاجر فيها التفاعل كان هناك طرفان نحن نعلم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد ان ينشر يعني الدين والدعوة الى غير ذلك الا ان المشركين وقفوا امام هذه الدعوة هذا ما نسميه به التفاعل او الطرفان يبقى اذا هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وتناولنا الاسباب التي انفعل لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وابرزنا كيفية حسن الاخذ بالاسباب وحسن الاهتماد على الله سبحانه وتعالى فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكة الى المدينة وهذه الخطط التي قام بخطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واختياره يعني من يكون دليلا له في هذه الهجرة واختياره من يأتي لهما بالطعام هو وصاحبه ابو بكر رضي الله تعالى عنهما الى اخر ما خطه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الاسباب اعتمد في النهاية على الله لان هذه الاسباب لا تنفعل الا بمراد الله سبحانه وتعالى فانا اخذ بالاسباب على انها يعني تنفع في كل شيء الا انني اعتمد على الله على ان هذه الاسباب ليست بشيء لانها لن تنفعل الا بمراد الله سبحانه وتعالى هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك تفصيلا في اللقاءات السابقة حتى دخل المدينة المنورة اطلاق الدعوة كان في مكة لكن انطلاق الدعوة سيكون في المدينة ولا بد ان يلتقي الاطلاق مع الانطلاق فكان تجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انتم تعلمون يقينا كيف كان استقبال اهل المدينة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال تملأه الحفاوة والسرور والفرح والاكرام والاجلال والاعزاز لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول امر نقف عنده ان اول كلمة سمعت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان هاجر الى المدينة هي السلام هي كلمة تدعو الى السلام ولذلك حين تقرؤون الكتاب وتجدوا ما اخرجه لنا صاحب مختصر السيرة عن عبد الله بن سلام انه كان يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس الي يعني اجتمع الناس الي فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجه ليس بوجه كذاب فكان اول شيء تكلم به ان قال هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الان ما هو اول ما تكلم به قال يا ايها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام هذا الأمر يجب أن نقف عنده كثيرا لأن كلمة السلام هذا الجذر اللغوي حين نبحث في كتب المعاجم نجد أن كلمة السلام يعني يشترك في أو تشترك هذه الكلمة في جوانب كثيرة من المعاني السلم والمسالمة والعدل وقبول الآخر والإنسانية وقبول المختلف إلى غير ذلك من الأمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه فلسفة النبوة حين هاجر إلى المدينة المنورة شغل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة ابتداء أن يقر فيها السلام أن يخلصها من خصوماتها الداخلية أن يصلح فيما بين الأوس والخزرق أن ينظم دفاعا رصينا فعالا لمن أراد أن يعتدي على المدينة هذا ما كان يفكر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفلسفة وهذه الرؤية هي التي يجب أن تقوم بها كل دولة وأن تعمل على صياغة رؤية عصرية شاملة متكاملة يتحقق من خلالها هذا البناء الرصين في شتى المجالات المؤسسية الثقافية والإعلامية والتعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية وهكذا إذن فلك أن تتخيل أن أول كلمة يعني سمعت من سيدنا رسول الله بعد أن دخل المدينة تؤسس وترسخ لفقه السلام لفقه التعايش لفقه التكامل إلى غير ذلك مما سنعرفه بعد قليل بعد ذلك الهجرة وبناء المؤسسات المدينة المنورة كانت تمثل دولة في طور التكوين يعني لسه في طور الإنشاء يلزمها بناء المؤسسات ورسم سياسات وخطط لهذه الدولة مواجهة الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية كل هذه الأمور كانت في ذين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا هذا التعايش في هذا المجتمع المدني الجديد الذي كان يعني على رأس أولويات القضايا التي كان يفكر فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ خلي بالحضرتك يعني لك أن تتخيل مثلا يعني المدينة فيها الكثير من التنوع وفيها الكثير من التمايز يعني نجد أصحاب الأرض الأصليين وهم أهل المدينة الأنصار ونجد الأوس والخزرق وكان بينهما يعني الصراعات قيل أنها امتدت إلى أكثر من 120 سنة نجد أيضا الوافدين الذين جاءوا يشاركون أصحاب الأرض الأصليين وهم المهاجرون نجد اليهود الذين كانوا يعيشون في حصون يستقلون بها وكانوا فرقا قينقاع وبن النظير وبن قريزة ويهود خيبر نجد غير هذا التنوع الأصول الوافدة على المدينة يعني هناك العرب هناك الأحباش هناك الأبيض والأسود والأحرار والعبيد الرومي والفارسي إذن هذا تنوع يعني كبير وعميق النبي صلى الله عليه وسلم يبحث هنا عن الترسيخ لقيمة المجتمع الواحد ليس هناك الأنى بل هناك مجتمع واحد أهل يثرب أمة واحدة يعني حربها واحدة وسلمها واحدة من هنا كانت أول كلمة كما ذكرنا سمعت من سيدنا رسول الله تؤسس لفقه السلام وفقه التعايش السلمي ثم بعد ذلك كانت بناء المؤسسات ويأتي على رأسها بناء المسجد من أوائل الأعمال والمؤسسات التي قام بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسجد ينبغي أن نعلم أولا الدولة العظيمة هي الدولة التي تقوم على مؤسسات قوية الدولة القوية هي التي تقوم على مؤسسات رصينة هي التي يعني الدولة حماية الدولة أمان الدولة ثقة الدولة استقرار الدولة نظام الدولة مؤسسات الدولة بناء فكرية وسياسية واقتصادية وتنظيمية وتشريعية فهي كيف أن ندرك هذا المفهوم الواسع والعميق للدولة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول مؤسسة قام ببنائها المسجد فقام بتكوين فرق عمل لبناء المسجد الذي سوف يكون فيما بعد المؤسسة الكبرى يجمع المسلمين بفئاتهم المختلفة يرسخ للتآلف والتوحد والمشاركة المسجد سيكون مقرا للقضاء فيما بعد بين النزاعات سيكون مدرسة علمية رصينة يتعلم فيها المسلمون كل التعليم الإيمانية من قيم وأخلاق ونظام وما غير ذلك مما أتى به الشرع الشريف وجاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالإضافة إلى أن المسجد بطبيعة الحال هو مكان لتأدية الشعائر والاجتماع بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكأن المسجد إذن في ذلك الزمان حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبهذا التصور الذي ذكرناه هو مجموعة من المؤسسات المختلفة كان مشروعا عظيما جمع كلمة المسلمين في المدينة وحد صفوفهم صرفهم عن أي اختلاف كان دارا للفتوى دارا للقضاء للفصل بين المتخاصمين دارا للتربية دارا للتعليم دارا للتشاور وغير ذلك كثير كما أنه كان امتدادا للمدرسة العلمية الأولى التي كانت بمكة حينما كان نبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة يبقى خلي بل حضرتك أول كلمة سمعت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة السلام بدأت فلسفة النبوة في ترصيخ قيمة التعايش السلمي في ترصيخ قيمة المجتمع المدني الواحد التكامل التكافل التعاون بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء أول مؤسسة وهي المسجد بهذا التصور الذي ذكرناه ثم بعد ذلك تأتي الهجرة وفكرة الوطن خلي بل حضرتكم لا شيء في الدنيا يعادل قيمة الوطن والمقياس الحقيقي الذي نعرف به انطباع كل إنسان منه تجاه وطنه إنما يظهر في ما يتمثله الإنسان منه من قيم الوفاء والنبل والمروءة لقضايا الوطن ولما يتقلب فيه الوطن فإذا وجدت في هذا الإنسان القياس الحقيقي لقياس طبع الإنسان مع وطنه إذا وجدت في هذا الإنسان قيم النبل والوفاء والمروءة ستجده يبذل كل طاقاته وقدراته وإمكاناته ومواهبه في إعزاز وطنه وإعزاز أبناء وطنه أما الآخر الذي ليست عنده هذه الصفات ستجد عنده اللا مبلاء ربما تجدون في الكتاب الكريم بعضا من الأحاديث التي تبين قيمة الوطن وحب الوطن وكلام كثير وافير ولكني أذكر دائما سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر في طريق عودته إلى المدينة بمجرد أن يرى معالم المدينة أو جدرات المدينة تجده يعني أوضع راحلته يعني كأنه يسرع الراحلة شوقا إلى هذا الوطن حتى إن ابن حجر في كتاب فتح الباري يعني قال شارحا لهذا الحظ النبوي الكريم بأن هذا يدل على الحنين إلى الوطن وحب الوطن ومن ثم فهذا الأمر يعني هو سنة يتجاور إلى السنن التعاملية والسنن التي في العبادات والسنن التي في الصناعات والمهن والحرف إلى غير ذلك من الأمور بل إننا إذا قرأنا بعمق في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد مثلا أن نبينا الكريم قد ذكر أن هناك ثلاثة تستجاب دعوتهم من هذه الثلاثة أو من هؤلاء الثلاثة المسافر قال العلماء لما يعالجه المسافر من فقده لوطنه ومن شوقه لوطنه فقيمة الوطن قيمة الرصينة وحب الوطن يكون بالفطرة أصلا لكن مطلوب منك أن تكون أداة حقيقية لبناء هذا الوطن في المجال الذي سوف تتخصص فيه فيما بعد عليك إن لم تستطع شيئا أن تدعو لهذا الوطن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن إبراهيم قد دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة وضعفه معه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تتعلق القلوب بهذه الأوطان في سبيل رقيها وتقدمها وأن تكون أداة من أدوات صناعة الحضارة والتميز والرقي في هذا الوطن حين نمر شريعا مع الكتاب نجد وثيقة المدينة وفقه المواطنة أولا كلمة المواطنة تقتضي المفعلة يعني هناك مفعلة بين طرفين بين وطن ومواطن يعيش في هذا الوطن إذن المواطنة مفعلة بين وطن ومواطن وكل منهما له حقوق وعليه واجبات إذن كلمة المواطنة تؤسس لهذا الأمر المواطنة وكأنها ترسخ لما نستطيع أن نطلق عليه الهوية هوية هذا الوطن، الثقافة، التاريخ، اللغة، الدين، الحضارة، القيم، الأخلاق، العداد، الأعراف النتاج الفجري الذي له مدار زمني ومدار مكاني، زمان سابق أو مكان سابق أو مختلف كل هذه الأمور تسمى هوية وكأنها بصمة الشيء فالمواطنة تقتضي منك الحفاظ على هوية الوطن، الحفاظ على هذه الثقافة، الحفاظ على التاريخ، على الحضارة إلى غير ذلك من الأمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق العالم كله في صناعة هذه المواطنة يعني إذا كنا نسمع هذا المصطلح منذ قريب في عهد قريب إلا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاغ هذه المواطنة وليس مجرد صياغة نظرية بل واقعا تطبيقيا في زمانه صلى الله عليه وسلم دول العالم أو أي دولة في العالم تسعى لتقنين وتحديد الأسس والقوانين والنظم التي تضبط حركة مواطنيها تبين حقوقهم، تبين ما عليهم من واجبات، ترسم علاقات المواطنين مع الوطن وفيما بينهم من جهة ومع وطنهم من جهة ومع المؤسسات من جهة أخرى هذا ما نسميه بالمواطنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ المواطنة في أسمى معانيها حينما هاجر إلى المدينة وضع أول دستور للدولة المدنية في العالم اقرأوا جيدا وثيقة المدينة هذه الوثيقة التي تجد فيها مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم وكيفية التعايش في هذا الوطن وإن كان هناك اختلاف في الدين أو اللغة أو غير ذلك من الأمور لذلك إذا قرأنا هذه الوثيقة نجد من فقه هذه الوثيقة التعايش السلمي بين الجميع وجوب الدفاع عن الوطن النصرة دائما تكون في الحق والعدل لا في الظلم والإسم نجد في هذه الوثيقة توفير الأمن للجميع فالإنسان آمن في حرية اختياره من رضي بالوثيقة وعقدها فهو آمن ومن رفضها واعترض عليها فهو آمن أيضا لا يضطهد لا يعتد عليه لا ينقص حقه في أي شيء تجد في فقه الوثيقة أن الإنسان حر في انتقاله من المدينة حر في إقامته فيها ينعم بما ينعم به أهلها من الحقوق تجد إقراء مبدأ المسئولية الفردية وكذلك المسئولية الجماعية بمعنى المسئولية الفردية يعني كل إنسان يتحمل مسئولية جرمه وما كسبه يسأل عنه ويؤاخذ به المسئولية الجماعية بمعنى أن الأصل أن نحاصر الظلم وأن نحاصر هذا الظالم وهذا الجاني وأن نحرص على عقوبته حتى نمنع هذا الشر والفساد والقبح المنتشر في وثيقة المدينة نجد التأسيس للكرامة الإنسانية فالكرامة الإنسانية تحق لكل إنسان نجد أيضا الوثيقة سنة سنة التكافل وهي من السنة الإلهية التكافل هذه السنة التي ترسخ لفقه الموساه وفقه الشعور بالآخر وأن يعين القوي الضعيف وأن يعين الغني الفقير وهكذا فهي علاقة يعني ترسخ للتعاون والتكامل بين أفراد الأمة في هذا الوطن الواحد في مختلف الميادين فلسفة هذه الوثيقة عموما تدور حول رعاية مصالح أفراد الوطن كل ما يحقق الأمن والأمان والاستقرار ويعمل على تحقيق العمارة ويؤسس لسعادة البشر وينبذ كل ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو القبح أو الشرور الأسس والمعايير التي تضمن تحقيق ذلك تجدها في وثيقة المدينة التي أبرمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع عليها سكان المدينة كلهم ورضوا بها دستورا حاكما بينهم لما وجدوه بها من عدل ومساوا هذا العنوان يأخذنا إلى علاقة الإسلام بالأديان الأخرى وعلاقة الإسلام بالأديان الأخرى تتسم بطابع الإنصاف والتبصير بمعنى أنها من ناحية هي علاقة تصديق وتأييد كل في سورتها الأولى ومن ناحية أخرى هي علاقة تصحيح لما قد يطرأ من أمور ليست بصحيحة أو إضافات غريبة في سورتها المنظورة ومن هنا وجدنا القرآن الكريم والآيات القرآنية الكريمة تحرص دائما على حث المسلمين على الدعوة والعمل الصالح ونجد الآيات القرآنية جاءت تترة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلى غير ذلك من الآيات الكريمات العمل الصالح هو كل عمل يعود نفعه وخيره عليك وعلى غيرك ولذلك هذا الوصف المنير الذي وصف به ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين استفاد من هذا الخطاب العلماء العاملون مفهوم الإنسانية ووجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس المعنى هنا أن رسول الله يريد أن يرصخ فينا أن تتسع دوائر الخير فلا تختزل الخير في نفسك لا تضيق الخير على نفسك لا تجعل الخير منحصرا في ذاتك وفقط أو في أسرتك وفقط لا بل نريد لدوائر الخير أن تتسع من نفسك إلى أسرتك إلى مجتمعك إلى وطنك إلى الأمة كلها من هنا جاء مفهوم الإنسانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين التي تؤكد مفهوم التعايش السلمي ومفهوم السلام والتي تؤكد مفهوم المجتمع المدني وسنة التكافل والتراحم والتعاون إذن هذا كله ما كان يرصخ له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في التعامل مع المسلمين أو في التعامل مع غير المسلمين ومن هنا نشأت هذه القاعدة المحكمة المبرمة التي جاءت في القرآن الكريم والتي تتعلق بحرية العقيدة حين قال ربنا سبحانه وتعالى لا إكراها في الدين ولأجل ذلك رسم القرآن الكريم أسلوب الدعوة ومنهاجها فجعلها دعوة بالحجة والنصيحة في رفق ولين ولطف قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والإسلام لا يكتفي فقط بمجرد النصح أو بمجرد الالتزام أو أن الإسلام يقف موقفا سلميا وانتهى الأمر وهو عدم إكراه يعني الناس على الدخول فيه لا بل إن الإسلام يتقدم إلى الأمام فيرسم خطوات إيجابية يكرم بها الإنسانية في شخص غير المسلمين هذا ما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم تطبيقا وواقعا عمليا وملموسا حيث تحرك بالتعاليم الإيمانية وأقام مجتمعا واحدا هو مجتمع المدينة الذي يرسخ له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء النبي إلى المدينة وجد بها يهودا توطنوا وجد بها مشركين مستقرين وجد بها أعرابا وجد غيرهم فلم يتجه بفكره صلى الله عليه وسلم إلى رسم سياسة للإبعاد أو الإقصاء أو المصادرة أو الخصام لا بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعاون الخالص دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكامل بين هذه الأطياف المختلفة في الدولة الوحيدة لماذا؟ لنشر السكينة في ربوع هذه الدولة والضرب على أيدي العادين ومدبر الفتن أيًا كان منهجهم أو أيًا كان دينهم إذن هل ترى أعدل وأرحم وأحرص على وحدة الأمة وتماسكها من تلك القاعدة الرصينة التي لا تكتفي فقط بأن تكفل لغير المسلمين في الدولة حرية العقيدة والعادات لا وحماية أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم لا بل تمنحهم من الحرية والحماية ومن العدل والرحمة قدر ما تمنحه للمسلمين من الحقوق العامة وهذا ما جاء وفق هذه القاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولا شك أن هذا يؤكد على حفظ دمه وماله وعرضه أنا أريد من حضراتكم أن تتجاوزوا معي هذا الغلافة الجسدية الذي نعيش فيه حتى يصل إلى الجميع المفهوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرصخ من إقامة مجتمع مدني واحد يتكامل بعضه بعضا حين نتجاوز هذا الغلافة الجسدي وندخل إلى الجسد نجد أن هذا الجسد مكونا من أعضاء كثيرة السؤال هنا هل هذه الأعضاء متساوية في الطول؟ الإجابة لا هل هذه الأعضاء متساوية في الحجم؟ الإجابة لا هل هذه الأعضاء متساوية في الوظيفة؟ الإجابة لا هل هذه الأعضاء متساوية في الحاجة؟ الإجابة لا لعله الآن بدأت تنتبه إليه حين أقول لك هل 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 وتجد الإجابة بلا لا لا حتى قال العلماء إن كل يعني عضو في جسم الإنسان له درجة حرارة تناسبه كما قال بعض علماء الطب في هذا الأمر إذن مع هذا الاختلاف الواسع وهذا الاختلاف العميق إلا أنها تكاملت وتعاونت وكونت جسداً واحداً هو هذا الجسد الذي نعيش فيه هذا ما نريد أن نحققه المجتمع الواحد وإن كان هناك اختلاف في الأطياف أو الفئات أو الأديان أو اللون أو اللغة أو إلى غير ذلك من الأمور لكن في النهاية هذه دولة واحدة وهذا مجتمع مدني واحد هذا ما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرسخه من خلال هذا التعامل الرصين بالقول الحسن والعمل الصالح فهنا التعددية تدافع وليست صراعة نكمل فيما يأتي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم